48 يوماً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمواجهة لا تزال على أشدها، ففي آخر تطورات الميدانية تواصل القوات الروسية ممارسة الضغط على مدينة ماريوبول الساحلية مقابل دفاع الجنود الأوكراني عنها. من جانبها وزارة الدفاع الأوكرانية أشرت لاستكمال روسيا تعزيزتها العسكرية استعداداً لهجوم جديد على مناطق في دونباس. وحسب وزارة الدفاع الروسية فقد صابت قواتها الجوية إثنتين وثلاثين مشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما استهدفت صواريخ وعالية الدقة مرافق مهمة في مطار عسكري غرب أوكرانيا. هذا وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغو كوناشينكوف صباح اليوم أن الأهداف التي دمرها الطيران الحربي الروسي خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية تضم منظومة صواريخ مضادة للطائرات وراداراً للإضاءة والتوجيه، بالإضافة إلى نقطة قيادة واحدة وثمانية عشر موقعاً لتركيز المعدات العسكرية الأوكرانية، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية تائرتين بدون طيار في محيط مدينتي بيرديانيسك وميليتوبول جنوب أوكرانيا. في المقابل، قال مستشار الرئيس الأوكراني أن عشرة الآلاف من الأشخاص قتلوا في مدينة ماريوبول ودمر 90% من المنازل. هذا، ولا تزال الاتهامات الغربية تنهال على موسكو، فمن مزعم ارتكاب القوة الروسية لمجازير بوتشا إلى إمكانة استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا، وهو ما حذر منه الرئيس الأوكراني زيلنسكي، بينما أعلنت بريطانيا التحقيق في المسألة. الصفرة الأمريكية في كييف هي الأخرى تحدثت عما أسمته مقبرة جماعية في بوزوفا. ورداً على هذه الاتهامات، سلمت موسكو الأمم المتحدة بيانات قالت إن كييف تعمل على فبركتها. وكشف النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن أحد هذه الاستفزازات هو الادعاء باكتشاف مقابر جماعية في قرية راكوفكا بالقرب من كييف. هذا وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثة على أن كل أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقق من دون أي شيء، مؤكداً أن عزل روسيا عن العالم مستحيل. إنسانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية إن ستفتح ممر إنسانياً من ماريوبول إلى القرب أو زابوروجيا عبر بيرديانسك. كما تحدثت عن إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من لغانسك ودونياتسك وماريوبول. إلى ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا في التاسع عشر أفريل الجاري. ترجمة نانسي قنقر